بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليهكم بينهم ثم يتولي فريق منه وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وخرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهير وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الهي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكفرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويهذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في سدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماعة وما في الأرض والله ولا كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من غير مهضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تهبون الله فاتبئوني يهببكم الله ويخفر لكم ذنوبكم والله خفور رحيم قل أطيء الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يهب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوها وآل إبراهيم وآل إمران على الآلمين ذرية وبعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرات امران رب إني نذرت لك ما في بطني مهررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياه المهراب وجد إندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من إن الله إن الله يرزق من يشاء بغير هسابه